هل خلينا نبدأ مع حضراتكو بقى دلوقتي أول أخبرنا طبعا بنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي وصل إلى القاهرة وبعد زيارته طبعا لسلطانة عمان ودولة الإمارات العربية الرئيس السيسي كان التقى خلال زيارته لسلطانة عمان والإمارات السلطان قابوس زي ما كلنا تابعنا وبحث عدد من القضايا المشتركة كمان فرص التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين قبل أن يختتم جولته الخليجية بزيارة هنا دولة الإمارات اللي التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو دبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأيضا الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوذراء وبحث معهم أيضا العلاقات المصرية الإماراتية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خلينا نروح نتابع جزء من هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضرتكو بعد أن اختتم جولته الخليجية التي شملت كل من عمان والإمارات العربية المتحدة عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة المصرية القاهرة قادما من أبو ظبيا ففي مسقط أجرى رئيس السيسي محادثات مع السلطان قابوس بن سعيد تناولت تطوير التعاون بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري وذلك من خلال اللجنة المشتركة والمقرر عقد جولتها القادمة في مسقط والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وخاصة اليمن وسوريا ولبنان والعراق وفي أبو ظبيا بحث الرئيس السيسي مع نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد المكتوم وولي عهد أبو ظبيا الشيخ محمد بن زايد النهيان تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبول تطويرها بالإضافة إلى آخر المستجدات على صعيد القضايا الإقليمية والملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك وأكد الجانبان على أهمية تصدي بحزم لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز العمل العربي المشترك لمكافحة تلك الآفة التي باتت خطرا يهدد أمن واستقرار المنطقة استمر هذه العلاقة تؤتي بثمار ولا غنى عنها وخاصة ونحن نستعد للقمة العربية الخادمة في مارس في الرياض وبالتالي من الأهمية أن يكون هذا التواصل بين الزعماء لوضع رؤية مشتركة وأكد الشيخ محمد بن راشد المكتوم وشيخ محمد بن زايد النهيان دعم الإمارات ومساندتها لمصر في حربها ضد الإرهاب باعتبارها مركب ثقة للأمن والاستقرار في الوطن العربية وفي هذا الصدد أكد رئيس سيسي حرص مصر على أمن الخليج كونه جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري إسراء سعد الحياة اليوم